الآن مع الصحاب في سليم بغدير نحكيه معها لصحافة الساخرة في تونس شنو مستقبل الصحافة الساخرة في تونس؟ علش معاش نشوفوا صحافة ساخرة في تونس؟ هذي بأكثر تفاصيل بعد شوية في فقرة في فقرة يكون معانا المؤرخ فيصل الشريف نحكيه معه على حق المشاركة في الحياة السياسية وقتاش بداي لحديث على الحق هذي في أماسياقات تاريخية تمت نشأة هذا الحق إكثر تفاصيل مع المؤرخ فيصل الشريف لكن كالعادة البداية بفقرة الانتربيو بشيكون ضيفناه سيكاريم شنيبة المتحدث باسم الميثاق من منظمة التاليقي توتسويت سيكاريم مرحبا بيك شكرا مرحبا وشكرا على هاته الدعوة الكريمة تحياتي ليك ولكل الفريق اللي عم معاك ومستمعي إذاعة إكسبريس الفين شكرا ليك على قبول الدعوة سيكاريم هات من لول الساعة بري أفمون نعرفه منظمة التاليقي وبعد نعرفه بالميثاق على خاطرنا الناتق الرسمي باسم الميثاق من منظمة التاليقي ينزبنا ظهر لي فما دو بوين ينزبنا نوضحه ونفسره منظمة التاليقي هي منظمة تخدم في إطار جمعياتي تأسست عام 2016 ما بين مجموعة من الشباب التونسيين الهدف متاحه هو طبعا العمل على تعزيز الوعي الإنساني والعمل على إيجاد مناخ عام أكثر عدالة ومساواة فيما بينها طبعا وتلاقي تخصت أكثر ربما في موضوع الحريات الدينية كمجال خدمة عليه منذ تأسيسها إلى يوم الناسي هذا بالنسبة للميثاق الميثاق هو واحد من عدة مشاريع تقوم بها منظمة التاليقي مع عدة شركاء الميثاق كان في بداية الساعة ما كانش ميثاق كان مجلس حواري بدأ في تقريبا أوائل سنة 2019 بدأت الجلسات الحوارية اللي تنظمها منظمة التاليقي بين عدد من المكونات الدينية في تونس مكونات أقلية أو أغلبية يعني مش هذا الإشكال بسلسة الحوارات هذه بدأت في كيما قلت لك في أول سنة 2019 ولكن عارفت عدة مراحل من الحوار لأن الحوارات كانت من الأول ساعة الغاية منها هي التعارف ثم بدينا في التفاهم في تقريب الرؤية تقريب وجهة النظر ثم إلى وصولا إلى أن حققنا على الأقل حد أدنى من المشترك تحت راية أو تحت سقف الوطنية بعيد عن المساميات الدينية حكما أننا اليوم في بعض الدستور التونسي جديد يعني دولة مدنية تلتزم بهذا التمشي وبهذا التوجه فبعيد على الانتماء الديني أو بعيد عن الانتماء الديولوجي كيفاش نجمون لخدمة بعضنا لخدمة الوطن ولخدمة طبعا البلاد الميثاق فيه هو مرحلة كذلك هو بدون مش نهاية مش هدف معناها ما كانش هو الهدف الأساسي من سلسلة الحوارات هذه ولكن هو خطوة من الخطوات اللي خدمنا عليها وبطبيعة إن شاء الله ستتلوها خطوات أخرى لأنه الغاية هو ترسيخ وتجسيد البنود اللي جات في الميثاق هذه من كل الأطراف الممضية أثناء أنشطتها وأثناء يعني العمل متاحها الدوري اللي تقوم به الميثاق صحح ما بين عدد من المكونات الدينية في تومس مو مش الكل مش نكون مزادة يعني حتى من يعني ننصف ننصف الجميع مش كل المكونات الدينية شاركت في التوقيع على الميثاق لماذا؟ وهذا ربما السؤال اللي بش يسمع على توقيع لماذا؟ أي هو إذا كان الهدف من الأول أن يكون فما التجميع كي تعالى تقريب وجهات النظر علاش فما شكون ما صححش؟ لأنه موفقش معنا في وجهة النظر لا هو خليني يكون سيعا بش نكون منصف خطر برش وخيان خدموا معنا وجلسوا معنا مرة واثنين وثلاثة ثم يعني ارتأوا أنهم ما يواصلوش أو أنه جاتهم مشايغ الأخرى أو غيره بش نكون واضح هو الميثاق هو مجرد فكرة مجتمعية يعني ما عندوش صيغة صيغة ألزمية ما عندوش صفة قانونية ما ينجرش عليه أي ترتيب لا جزائية ولا قضائية ولا مدنية هو مجرد مبادرة مبيل مجموعة من التونسيين وهذا اللي نحب نأكد عليه أنه كل من أنظروا على الميثاق هذا هم مواطنين توانسة يحملوا الجنسية التونسية وبطاقة التعريف التونسية ومولدين وعايشين في تونس ولكن عندهم هوية دينية تختلف عن هوية الأغلبية وهنا جد فكرة الميثاق شنو والغاية منها الأغلبية ممسيكاني مشو نواضحوا الأغلبية هي الأغلبية نحكيو عن الأغلبية المسلمة الأغلبية المسلمة السنية الملكية دكورت لأنه مهم التوضيح أي الأغلبية المسلمة السنية الملكية لأنه حتى من ضمن المواقعين على الميثاق مثال الدكتور أحمد سلمان ممثل مركز البيت في تونس اللي هم ما يمثلوا شيعة ما همش سنة فهنا كنقولوا الأغلبية الأغلبية دي ما احنا يعني اللي متعارف عليه في تونس واللي نعرفه اللي هو تقريبا الواقع الأغلبية في تونس سنة مالكية يعني من المذهب السني من التوجه السني من المذهب المالكي واضح فقط في النقطة هذه بشنتفعل معاك سي كاريم لو تسمح زد لي سائل أن يسأل اليوم يقول مهم الحوار ولكن أنه يكون فما حوار وتقريب لوجهة النظر سعب الضروري قبل الحوار وتقريب وجهة النظر ربما يكون فما إشكالي هل لحظتوا أنتم ولاحظتوا ولمستوا فما إشكالية تستوجب أن الحوار لخاطر ربما زدى مرة أخرى السؤال اللي يطرح لهنا يقول لكم شنو الأشكالية اللي عنا نحن فيما يتعلق بالحريات الدينية بش نوصلوا نعملوا حوار ونحاولوا نقرر بوجهة النظر على هذا كيف تجاوب منك الماطل المتعى الدول في العالم اللي فيها تعددية دينية أو تعددية مذهبية نوعين قريبا لا فالي ثلاث لهم إما نوع فيه تعايش ويعني وقام وانسجام بين كل المكونات أو نوع فيه صراع ونزاعات أيوة احنا تقريبا في الساحة متاعنا وفي علمنا العربي غالبا ما اقترنات كلمة مكونات دينية أو تواقف دينية بفكرة الصراع والنزاع وربما حتى الحرب الاهلية والانشقاقات وشفنا نعمل نشوف فيه فيه أكثر من بلد لا وهذا نتيجة شنوة نتيجة أنه كانت فم الطائفة قامعة غيرها فأول ما جاءت الفرصة سواء برتورباسيون سياسية وإلا أزمات اقتصادية أو كثر لعداد دمتاعك الأقلية الأقلية ذيك ولا تحس في روحها عندها ما يكفي من القوة إلا وسعات مش تظهر نفسها وبيتورق ربما ما هيش سلمية برش فاحنا هنا قلنا عليش نخليه رويحنا للنوصل الغادي عملت عملية استباقية ربما عملية استباقية أو ربما حتى حاولنا أنه نعطي نموذج بديل في العالم العربي الإسلامي أنه في تعايش في اختلاف ديني في تعدد يعني مذهبي وعقدي في المجتمع الواحد ولكن هذا لا أدى لا إلى صراع ولا إن شاء الله له بشي أدي إلى صراع ليش لأنه مش نحرص أنه الجميع يخذ حقه صراع غالبا ما يكون لنتيجد أنه يكون في طرف مهضوم الحق أو مهضوم الجانب فحالما يتمكن أو يجد في نفسه القدرة على تغيير ذلك الواقع إلا ويسعى إلى تغييره فاحنا شكرا قلنا هات ناخذها الأقليات الدينية هم أقليات احنا ما قلناش رهم أغلبي هم أقليات ولكنه قلنا نتكلمه من زاوية حقوق الإنسان حتى إنسان واحد من حقه يلقى حقه في بلده واضح صحيح ومن غير المعقول ومن غير المقبول في إطار دولة مدنية تحتكم إلى قوانين وإلى دستور أنه نجي اليوم أنا مواطن ندفع في الضرابة ونقوم بواجباتي ونتمتع بجميع حقوقي وجاري لي بجنبي مواطن كيفي يقوم بواجباته يدفع في الضرابة ويقوم بواجباته ونحو الدولة الكل ونحو المجتمع الكل ولكن لا يتمتع بحقوقه فهذا الحيف أو نوع من قلة العدالة هذه هو ما نسعى إلى ربما تقليص منه كما نحظى على أنفسنا نحن اليوم كأغلبية كنا مسلمة سنية لو جاء الإنسان يضطر أنه يذبع عيده بسرقة ويسين بسرقة ويصلي بسرقة ويخبي مظاهر الاحتفال بمناسباته الدينية فهل سيكون هناك معناها حب للبلاد اللي يتمارس عليه في هذا الضائم هذا الكل أو في هذا الضغط هذا الكل فشي طبيعي أنه نسع إلى تخفيف هل الاحتقان هذا سيكريم شنيبة نعود سيكريم شنيبة سمحني المتحدث باسم المثاق من منظمة التلاقي لهناي فما نقطة لهناي خلينا نتناقشوا شوية فما جزء اليوم من التونسيين التونسيين وانتوما في منظمة التلاقي لاحظتوا هذا زعم ما نعرش نسأل خاطر انتي ملو كونستان تاعك اللي تعملو نلاحظوا كأنه فما جزء من التونسيين اللي اليوم عندهم إشكاليات في ممارسة حرياتهم الدينية أو تمارس عليهم الدولة وقد يوفهم الكلام كأنه الدولة تمارس عليهم نوع من الضي نقولوش الدولة نقولو نظام مجتمعي ككل ما هوش موضوع لمراعاة مسئلة الاختلاف الدين كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ لأنه اليوم مثلا نجي ونشوف دستورنا من أحسن دستير في العالم في باب الحريات حتى يعني منظمات دولية مختصة تشيدوا بهذا وتقروا بذلك ولكن الدستور هذا مزال ما تحينش وما ولاش ما تحولش إلى قوانين تمارس يعني مثلا نحن في جمعين في منظمة التلاقي تشكلت لجنة لرصد الانتهاكات الدينية تسميت لجنة الحرية الدينية سنة 2019 وتحية طبعا للخيان اللي في اللجنة الكل اللجنة قامت برصد جملة من الانتهاكات على عدد من المواطنين التوانسة على أساس ديني إما لأنه ما تنقوا ديانة غير ديانة الأغلبية أو لأنهم أظهروا شيء من الممارسات أو الشعائر منتع الديانة تمتاح والإشكال مثلا إشكال بسيط هو واحد من جملة عديد الإشكالات مثلا إحنا في تونس معنى إطار قانوني يغطي الجرائم على أساس دين بمعنى بمعنى يعني وقت الإنسان يتعرض للاتهاد أو للضرب أو للاتداء على أساس أنه هو قام بمسألة دينية مخالفة للمجموعة أو أنه اختياراته الدينية مخالفة للمجموعة وقت اللي تمشي للقضاء وقت اللي تمشي إلى أنظار الصورة المعنية تعتبر عنه متبادل سجلتوا في المنظمة حالات من هذا النوع؟ موجود موجود عنا التقرير اصدر وهو التقرير الأول تقريباً اللي اصدر من نوعه في تونس اللي يرصد الانتهاكات وني جيب لك نسخة بتبيعة بشي نخليها لك إن شاء الله فيها عدد كبير من الانتهاكات اللي وقعت على عدد من التونسيين بسبب انتماءاتهم الدينية يعني بش نكونوا واضحين نوضحوا الناس اسمع فينا؟ نعم يعني اليوم نحكيه أنتوما في المنظمة ارصدتوا حالات متاعة تونسة ما هم مش مسلمين معتنقين ديانا مسيحية يهودية ولا غيرها ولا يجب يكونوا غير الإسلام تمارس عليهم العنف فقط للسبب هذا للسبب هذا ومن في إطار يعني في العمل لامتاحهم في إطار عائلي في الحومة وين يسكنوا فما حتى ناس تعرضت إلى تشويه بعد موتها احنا نعرفوا اليوم مثلا عن عدد كبير حوالي خمسة وستة لاف مسيحي تونسي ما عندهمش الحق في الدفع ما عندهمش مدافن خاصة بهم لأنه المدافن اللي موجودة في تونس واللي ترجع بنظر للكنيسة الكاتوليكية في إطار اتفاقية صايرة من بين دولة الفاتيكون والجمهورية التوليسية اللي تأخذ بعين اعتبار هؤلاء وين يدفنوا المسيحيين؟ ما عنديش إيجابة قاعدين يدفنوا بالسرق ميقولوش رأوا مسيحي في بعض الحالات وفي بعض الحالات حتى يدفنوا بالسرقة وميقولوش رأوا مسيحي وقع نبش لبعض القبور وقع تشويه لبعض القبور وجاءوا على قبور وكتبوا هذا كافر ولا يجنزوا دفنه وكذا وكن نجيوا نشوفوا من جانب إسلامي شرعي بحث نحكيوا تقريبا على خمسة لاف ستة لاف مواطن تونسي خمسة ستة لاف تقريبا مواطن تونسي من أصول تونسية لأب وجد تونسيين وعن عائلات كانت يعني تعتنق المسيحية في سرية لمدة طويلة عائلات كانت مارس في شعيرها مدة طويلة في السرية اليوم إلى يوم الناسي هذا منظمة التلاقي رصدت يعني عدد ما بين أربع أو خمسمائة تقريبا كنيس بيتي تعرف شو معنا كنيس بيتي يعني يعني عاملين المسلم تاحهم في البيت في دار في دار يختاروا دار تعويحد منهم طبعا هذا لو في سرية ويتعرضوا إلى كثير من التضييقات في الأساس هذا وفي نفس الوقت الدولة اللي هي مكلفة بمراقبة الخطاب الديني وبمراعاة ما يدور في الخطاب الديني غايب عليها الخطاب هذا تماما نظرا لعدم اعترافها بها أو عدم علمها بوجوده من الأساس وبالتالي اليوم الإمام الخطيب وقت ليطلع على منبر يتكلم فما وراه وزارة شؤون دينية يتراقب الخطاب ما تقولوش تقولوش ولكن لما يخطأ في الخطاب ويخالف المثاق شرف الإمام الخطيب مثلا اللي عملته لوزارة يلقى في نفسه أمام عقوبات معين في نفس السياق نحكيه مثلا على الأئمة رصدته في المنظمة تشمل خطاب فما انتهاكات في الخطاب الخطاب منتع الجمعة مثلا ولا في كلام الأئمة ولا غيره فما انتهاكات من بعض الأئمة ساعات اللي يطلع في البارة منتع الخطاب حتى لي نياقع بإراته أو بغير إراته يعني قاصد ولا مش قاصد يقع في التحريض أو يقع في غيره فما العكس فما زاد إطارات دينية قاعد يتمارس عليهم العنف والاغتيات حتى حتى من المسلمين أنفسهم يعني الحادثة ما عندياش برشة يعني مؤذن وقع طعنه في في المهدي مؤخرا يعني الاعتداءات بالنسبة للاعتداءات اللي تقوم على أساس ديني المشكل كما قلت لك أنه في تونس ما فهماش قانون ينظمه يعني اليوم موقت لياقع اعتداء على أي شخص على أساس ديني ما ما فهماش نصي كيف القضية وبالتالي تتعدى قضية عنف عادية ما بينزوز أفراد سي كريم أنا عاش في الدراسة نابععد بش نطلع عليها بانصوص لقد ما عندك النزخة ولهناء نسألك نحكيه على الديانات بعينها على مواطنين تونسي الديانات عندنا اليوم لستاتيستيك شكونهم الديانات اللي يتم التعرض لهم المواطنين اللي يتم التعرض لهم بسبب الديانات يعني نحكيه على المسيحية وعلى اليهودية وغيرها من الديانات اللي قرية عنا أرقام في الاتجاه هذايا يعني كدش من اعتداء أطوف العام مثلا الأرقام من الجموش يكونوا شاملين لأنه العمل هذايا ما هوش عمل جمعياتي أو ما هوش عمل متع مجتمع مدني لحقيقة كيفش نحبه نحكيه على أرقام صحيحة وعلى إحصائيات صحيحة إحنا في منظمة التلاقع عنا تقريبا طبع عامين وإحنا نطالبه في الصلاطة المعنية بتحيين الخارطة الدينية في تونس بمعنى الخارطة الدينية الخارطة الدينية يعني المكونات الدينية الموجودة في تونس وأعدادها وانتشارها وأماكنها يعني الأرقام اللي موجودة اليوم الأرقام اللي يتم الاستشهاد بها ماهيش محاينة الأرقام اللي يتم الاستشهاد بها اليوم هي اللي يتحط بعد استقلال مباشرة تسعة وتسعين في المية من المسلمين السنة المالكية وواحد في المية منقسمة بين إباضية وأقلية يهودية وأقلية مسيحية ما تمشن الظرف الأرقام هذية منذ ستينات يعني أبدا هو موضوع الحرية الدينية أساسا في تونس من اللي سيجيت أبو وغالبا حتى السياسيين ميحبوش يقربولوا الموضوع ذي لانه يخاف ليتحسب على هذا ويتحسب على ذيك ويؤثر سلبا على نتائج التصويت ويؤثر إيجابا على مش عارف شنوه هو اللعبة لكلها يعني قاعدة تتحسب بحسابات سياسية بعيدة بكل البعد عن الجانب الحقوقي أو عن الجانب الإنساني حقيقة لأنه احنا نقتل نتكلم على حق الإنسان بقطع نظر هل هو خمسمائة ألف ولا شخص واحد من حقه أنه ياخذ حقوقه هذا المبدأ اللي نخدم عليه وهذا مبدأ نحبه نرسقه أصلا لأنه اليوم مناش مش نتكلمه على الديانة الفلانية أو الديانة الفلانية اليوم مش نتكلمه على حق ذلك الإنسان في اختياره لديانتي وفي مارستي الشعائري في البلاد اللي هو يعيش فاهم ولو تفاهم ويحمل جنسيته فهذا مكفول بالدستور ولكن على مستوى التطبيق مزال بعيد شوي سي كاريم نواصله في نفس السياق هذائي اليوم زادة منتفهم فما العديد من الواطن اليوم بش يسمونه بش يستغربوا الخطاب هذائي على خاطر سي كاريم تعرف الخطاب اللي دي ما يقدم أنه نحن في تونس اليوم مجتمع متجانس أكثر من تسعة وتسعين بالمئة مسلمين سنة أمريكية حتى عنا مجموعة من الأقليات يعيشوا وما يتمش الاعتداء عليهم كما أنت كنت تحكي يعني فما شكون يشوف حتى في الخطاب هذائي يقول هذوم وكأنه إيثارة لموضوع ما هوش موجود في المجتمعات أوسية أركو نفهمه منك لنفهم من كلامك اليوم منذ بداية الحوار أنه هذية مجرد فساد وروا عنا جرائم وإلا عملية اعتداء التم على المواطنين التوانسة بسبب الديانة متاحة يعني اليوم كأنه فما تناقض بين الصورة الموجودة في المخيال الجامعي والصورة الحقيقية على أرض الواقع لانتوما على الأقل الصورة اللي خلصتو لانتوما في دراسة هذية في منظمة التلاقي قاعدين نحاولوا بش 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 نخرجوها للضو بش الناس كل تشوفها سيدة مش كي نحن عليش خطأ طوى احنا ناخذوا حتى بعض الأقليات الدينية أو بعض المكونات الدينية وإحنا ديما نقولوا مكونات لأنه وإحنا نعتبروا أنه الوصفة التونسية هي يعني وصفة واحدة فيها برشة مكونات تختلف المقادير هذا نحطوا منه برشة وهذا شوي ولكن الكلهم يشكلوا نفس النفس التعجير هما توانسق؟ هما توانسق بالكل شيء مثال احنا ناخذوا طوى الناس كل تعرف خلق اليهود في تونس يعيشوا مرتاحين أيوة ولكن هذا مش صحيح هذا بالنسبة لكم أنتوما هذا مش صحيح هذا مش مش بالنسبة لنحنا بالنسبة لنحنا وبالنسبة ليهود التونس علش مثلا اليهودي التونسي اليوم آآ أغلب أبناء اليهود التونسة ما يعني ما يوصلوش في الدراسة بتاعهم برشة لماذا؟ لأنه المناظرات الترمينال الكل النهائية السادسة والتاسعة والبكالوريا يكون فيها أيام السبت أيام بتاع امتحانات ومناس هذا ما يقرأ وشنه رسبت؟ ما يقعش أخذ هذا بعين لا تبقى مرة أخرى نعود نطرح لك السؤال في الوضعية هذي فم حالات رزدتهم منظمة التلاقي؟ فم فم عتيني واحد بركة وصل للجامعة أنا نقول لك مش فم حالات رزدتهم فم حالات منعوا فماش حالات منعوا ما فماش ما فماش يكونوا وصل للجامعة ودجا بشهادات يعني يعني اسباب الرئيسي في هذا مش الوضعية الاقتصادية ولو اسباب الاساسي هو أنه الامتحانة أولا هم اختاروا أنهم يكونوا ولاد المدرسة الوطنية ومامشيوش المدرسة الخاصة كيما عاملي اليهود في برشة بلايس في الدنيا فاختاروا أنه يدرسوا نفس المناهج اللي يدرسها التونسي من بنزرة التطاويب ولكن هذا الشي خلاهم في نفس الوقت أنه وقت اللي يجي ويعديوا امتحاناتهم ما يلقاوا أنفسهم مضطرين يابشي خالف تعاليم الديانة متاع ويمشي يعدي نهار سبت يابش يطبق دينه وبالتالي يعدي يشتر امتحانات وشتر لاخر لها وبالطالب نتيجة طبيعية احنا نعرفوا لي واحد كيمشي ويعدي وميجيبش مويان في ميجيبش النوت معناها باهية في في مادة واحدة نجم تأثر له على على المعدل العام فما بالك هذا ما يعديش نهار كامل ثلاثة اربعة موادي نجم يكون جايب فيهم اسفار ولهنية بطبيعة اللوم ملقى بالنسبة لي كنتي في قراءة كنتي في قراءاتكم بلوتو في المنظمة التاليقي ملقى على عتق الدولة طبعا لانه احنا هنا احنا مناء الا مجتمع مدني دورنا قوة اقتراح قوة ملاحظة قوة ربما رصد لبعض المسائل هذي ولكن معناش سلطة التشريع معناش سلطة تقنين الحقوق هذي والحريات هذي فاحنا كل ما نعملوه هو انه نشعله لا لا رم وكهو وقلوا راو فاما فاما ريسك مثال اه ونعطيك انا حاجة اه اليوم اه بالنسبة انا نواصل معاك في الموضوع تعالى الاقلية فاما فاما مسيحيين توينس مهم كانوا يمارسوا في شعائرهم في كنيسة ما نحبش نسميها وين على ملك دولة اجنبية هنا في تونس الكنيسة على ملك دولة اجنبية هنا في تونس مهم من نهار خامسة وعشرين ديساند الفي واحدة وعشرين وقع الطرد كيف ذلك قطر بالقوة العامة لا لا مش بالقوة العامة جاءوا داخلين قالوا المليارة واحنا ما عاش ما عاش نقبلوكم هنا عنا ما نعملوا واحد ما عاش عندكم الحق بش تجيوا لهنا هما مخلينهم على وجه الفضل لانه هما اصلا معناها ما ينتمي مش الكنيسة هذيكة من الاساس هما عندهمش مكان عبادة هنا في تونس يعني تونسي في تونس يقع منعوا من مورث شعير ومن طرف اجنبي خطر اجنبي ذك عامل عليهم زي خطر بلاده ما عطاتوا حد شي خطر بلاده ما خزرتلوش ما رعاتش الخصوصية متاعو وان كان لعدد بقليل هما توانس اولا واخيرا وكيبش نتكلمو احنا دعوة يعني تنجم تكون هذي وكان غالط صلاح لي مرة اخرى اسي كريم هذي دعوة للدولة التونسية يكون فما استثمار في بناء معابد وكنائس هو مش استثمار احنا طالبنا بحاجات اقل من هكيا بياسة طالبنا باعطاء الاذون بركة للناس هذي بمعنى يعني اذن لهم في انهم يقيموا معلم ديني بتاعهم ما عندهمش الحق وهما يتكفلوا بانه صارت محاولات في الاتجاه هذا وتمنحهم ودمر صدهم ما 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 فهماش اجابات اصلا احنا خدمنا على مقبرة مثلا متعددة الديانات او لمجهولي الهوية الدينية وهذا ما عندنا منهم برشة في تونس يعني اليوم فم عدد كبير من توانسة اليوم كيموت ما فهماش مقبرة تستقبل لانه ما هوش مسلم بش يدفن في مقابر المسلمين وهذا شارعا من حق المسلمين لانه من حق المسلم مره مهم نوضح الناس انا كل مرة نقاطع كنا نتفعل معك باش نوضحوا الناس اسمع فينا يعني اليوم في تونس فم اتوانسة بطاقة تعريف تونسية ايه نعم وقت اللي يتوفاو وعده عشرين وثلاثين سنة في الوظيفة العمومية يخدم في البلاد هيدي يعني وقت اللي يتوفى ما يلقى روحوا ما يقولش وان يدفنوا وهو كذلك وعننا اكثر من حالة واو طوان خليلك اللي نخليلك التقرير ربما تزيد تزيد تتوسع فيه هذا يشمل المسيحيين تونسة يشمل البهائيين ويشمل غيرهم من الطوائم من الاقليات الدينية كما اللي دينيين والبول وغيرهم نزيدوا على هذا الناس اللي قاعد يخرج فيهم البحارة واحنا عنا قداش مرة يخرجوا يخرجوا وعدد من المهاجرين غير الشرعيين ما نعرفوه وما نعرفوش هويتهم الدينية اصلا قاعدين وقيموا عليهم في شعائر متاع مسلمين وندفنوا في مقابر المسلمين يجتي هادا من عندي انفسي نعم ويشكون قال لي هما من حقهم يدفنوا في مقابر المسلمين انا اضافة انا كاني ناشط في المجتمع المدني فانا امام خطيب ومولن بالمسألة الشرعية متاع المقابر من حق المسلم انه ميدفنش معاه غير المسلم شعر عن حقه وهذا من هنا جات فكرة المقبرة متعددة المقبرة متعددة الديانات او لمجهولي الهوية الدينية على الاقل يكون فيها يعني مجال لها الناس هذو لانه راو حق الموت هذا معناها ما فيش نقاش من الحقوق التي لا تناقش يعني حتى في القرآن ربي سبحانه وتعالى قال على لسان ابن ادم قال اعجزت وانا اكون مثل هذا الغرابي فأواري سوء تأخي يعني انه الانسان يدفن ويوارى جسده الثراب فهذا يعني من اقل الحقوق البديهية للانسان بقطع النظر لانه مهما كان نوع خلافنا معه ومهما كان نوع النزاع اللي حتى كان مش نقوله عنا معاه انتهى بموته فقط افضى الى خالقه وانتهى الامر كل ما بقي هو تكريم هيك البقايا البشرية خنقوله هو كل الجسم البشري بان يوارى التراب ولكن هذا للأسف اليوم في عام الفين واثين وعشرين في تونس الرائدة في الحقوق والحريات وثورة عالمية ومش عارفة هذا كله موجود عنا في تونس اليوم ناس مش قادرة تدفن ما ازللنا دقيقة اه اه كريم pbrASS رقيقة نحب ان نستغلها معك وش نسيلك سؤال عام مش نخليك انتى الاجابة تجاوبك ما تحب انتى 03 عنا اليوم حرية دينية في تونس ااااااااااااااااااااااااااااااا نعiniz الجِمال بته اه البرشة ولكن انا بش أقول الحرية الدينية في تونس مزلت شكلية. شكلية. مزلت شكلية. مزلت بروتوكولية. مزلت شريفاتية. مزلت في بعض المناسبات هاوكا يستدعى بعض المسؤولين يستدعى كبير الأحبار. كيفاش استدعاءت هذي وإلى مثلا وزير بروتوكولية شكلية. نحكي على وزير السياحة. لي كان من وزير يهودي. يعني يعني فما نحكي على دولة مدنية مواطنيها الكل عندهم الحق في أنهم يكونوا في في أي منصب تسمح له به الكفاءة. ربما هذي يقول لك اليوم التونسي اليهودي. جزتما التونسي سبقت الجنسي الأقبل. التونسي اليهودي اليوم هذا دليل على أنه فما حرية الدينية الموجودة الأقليات ماهيش. الأقليات الدينية ماهيش مفتحدة. هنا قلنا فما صنفين. فما صنف معطرفة بالدولة اللي هما اليهود والمسيحيين الكاتوليك اللي عندهم يعني عقد مباشر دبلوماسي بين دولة الفاتيكون بين الجمهورية الجمهورية التونسية. هذم يعيشوا في في نوع. ثم أقليات دينية أخرى أعدادهم كبير ولكن في نفس الوقت حتى حد ماهيخذهم بعين لا تبع. واضح. وإحنا كما من حقنا وكما نطلبو أحنا. أنا نتكلم توابش نلبس الكاسكيت متاع الإمام المسلم. كما أحنا نطالبو المسلمين في كل أنحاء العالم بأنهم يخذوا حقوقهم. وكيف نشوفوا اضطهاد يقع على مسلم في أي دولة أوروبية ولا غيرها. يعني نقيم الدنيا ولا نقايدها. فهاتنا تلفتوا لرويحنا أحنا شوية ونشوفوا هل ترى أحنا عاتين حقوق الناس معنا وإلى لي. هو المؤسف في اليوم إنه كيف نحكيه على مرة أخرى نعاود نذكر يعني تعاملوا اليوم وتحكي لي حتى على حالات كونكرتمان على توانسة اللي بعد ما يتوفا وفم إشكالية في عملية الدفن. مظاهر لي هذية إشكالية نحكيه على توانسة. خليني من المسألين نحكيه على توانسة هذية الحقيقة. عاودوا في مدرستها وخدموا في جامعتها وخدموا في ما صنحها وفي إداراتها وفي يعني كانوا خير مواطنين ولكن في النهاية ما لقاوش الحقوق الكافية. على أمل أن نظر صوتكم يوصلوا دراسات المنوع هذية تأخذ بعين الاعتبار خاطر مرة أخرى نعاود نذكر أي مخصي بكو نحكيه وخاطر نحكيه على توانسة قبل كل شيء. احنا منزلنا مصلينا معاكم حتى للخمسة ونص متاع العشية بعد شوية باش يكون نضيفنا سيسلي مخذين نعاود نذكر في فقرة لوتيموانياج وفي فقرة ليستوغدان غوابش يكون نضيفنا المؤرخ فايسر شريف نحكيه معها على حق المشاركة في الحياة السياسية السياقات التاريخية لجفهم الحق. هذا لكن تتسويت الأخبار مع صفية المحارب